كابتل لا تزعل مني يعني بصراحة أكو شيء بداخلي أريد أتحدث ليواك بي يقول حتى الفئات العمرية وحتى المنتخبات الصعدت لنا لاعبين صعدونا بالتزوير ما استفادين منهم شيء لا يستفادون بس هي القتل يا وين هل فرق الفئات العمرية كابت؟ وين دور الفئات العمرية؟ لاعبي المنتخب الوطني اليوم الدليل محمد داود مشارك شنو سبب مشاركة محمد داود؟ ليش ما موجود؟ أنت تعرف أنا أعرف عندنا علم بأنه سافر ليش مشاركة؟ ما أعرف والله محمد داود وين؟ غير بقطر بالأمارات؟ خلي الجمهور يستفسر يعني حتى لن وهم العالم حتى لن وهم الجماهير خلي الناس تعرف خلي الناس تعرف من يقولون أكو خلل إداري أخوان شذب مو خلل إداري أكو خلل بالجواز إن كان محمد أو غير محمد أو أي لاعب من يقولون أكو خلل إداري أو يعرفوا أنه أكو خلل بالجواز أو هيك لاعبين المفروض بعد خلص ما يمثل المنتخب ما يمثل المنتخب يعني أنا المعلومة لعندي يونس محمود أكثر من لاعب بالتعاون مع دولة قطر يعني هو المتكفل في دخولهم مو عيب نحكي هذا الكلام إحنا عيب كافي اختاروا لاعبين أخوان قولكم أربح خمس لاعبين شباب هذا المنتخب الأولمبي جيب زيدان قبال روح جيب ثلاثة أربح لاعبين محترفين ولا نوصل لهاي الإساءة للحراق عمي هذا الحراق والله عيب عيب ده تمشون بصر الحراق وتاغون فلوس طرح حتى فلوسكم هاي الله ما يبارك بيها كل لاعب يمزور لي خمس ست سنين ويريد يبقى بالمنتخب وكل سفرة وقفك مطار بغداد ووقفتك المطار القطري ووقفتك المطار الإماراتي شنو القصة شنو القصة صح له غلط كابتن ما رح نخلص من هاي السالفة والعافة لا هي إن شاء الله خلصت إن شاء الله خلصت ولو يريدون فعلا يحيون الرياضة بالعراق بعد أن قتلت فخليه يحتمدون على المنتخب الأولمبي بعمار صغير ولاعبين ممتازين لكن يكون مدرب أكبر من هذا كابتن سكوب هذا المدرب يقول أنه المدرب المحلي هو بعد على عقل التسحينات لا موجودين مدربين كابتن لكن هي المحاربة المدرب العراقي يعني داع تكسلهم مدرب عراقي موجود في بكان هذا الكادر التدريبي لقامة القيامة عليه ما حد يذب المسؤولي أصلا على اللاعبين الله وكيلك ما يوصل للمطار للمطار ما البغداد ما يوصل هي هي هنا المشكلة هي هناك أكو أياد القتل المدرب المحلي وقلكم المشكلة الكل متحمة بالتزوير يا مدرب تيجي تقول لي يقول لك هذا حقق نجاز بالتزوير تقول حكيم يقول لك بالتزوير تقول سعد هاشم يقول لك بالتزوير تقول طالب شلوب يقول لك بالتزوير تقول فيصل حزيز حسن أحمد كلكم اتهمتم هذا الشيء التهام موجود لكن هو التزوير وليدي اليوم التزوير وليدي اليوم اليوم انتو الزورون وهو اللاعب يجي مزور مو صحيح حتى الناس تعرف مو هاي الحجد يصير كابتر لازم نوضحها للجمهور اليوم ترى المدرب ما يزور مو المدرب يروح للمدير الجوازات ويتخل له بالجوازات وياخذ اللاعب للجوازات يقل له العب له بمواليد يعني مستحيلة تصير يعني هو شو تريد انت كقادر تدريبي هاي الشغلات ما لك شغل بيها اكو مدير ادارة واكو اداريين هم اللي يتحركون على هاي القضية المدرب يريد اللاعب يجي جاهز الجواز ماله جاهز هاي خلص لكن انت بنتحشي لي على التزوير حتى نكونوا واضحين التزوير مو وليدي اليوم احنا وعينا على الدنيا والتزوير موجود بالعراق هسه خمسة وستة صح انت همين اللي مثلت المنتخب بالنبار السابق سنتي يعني هو لا ازيدك ولاعبين انتخب وطني حتى خمس سنوات اها والله دعتك حتى من ضمن جيل الفين وسبعة خمس سنوات خمس سنوات اربع سنوات في جيل الفين وسبعة بس مو هي هاي المشكلة بس قابت انت كانوا لاعبين يقدمون ها هسه ادي يزور هم مزور هم ملاعب انا اقول لك هس انت ذا تريد تحيي الكرة العراق وتجيب لك لاعب يخدم البلد ها مزور سنتيان مو مشكلة بس انت تجيب للاعب ما مزوره هو مستوى يعني جريمة يلعب منتخب وطني ماكو داعانة سوها يا شي الله زيل اللاعب المخترب هم دا يزور لحني يقول لك تطلع لمستمسكات وجنسية وهذا كله جديد والله ما عرف عنها توقحاتك برأيك لا اخواب هم انت من تشوفها يعني تشوف القامة مالتوها يعني تعرف لي ان هم بغير بيئة عايشين يعني مو مثل اللاعب العراق اللي يجيك يعني يخلص وحده تدريبية وتقول له روح للبيت اها اي ذاك عايش اجواء ما يعرف شن النفاق ما يعرف شن يجوز عدنا النفاق موجود احنا ما دمر الكرة العراقية وبس النفاق كل الموجودين بالعراق هو واحد ينافق على الثاني خصوصا بالرياضة محشر قدر الله للأسف يعني ليش وصلنا هيك مرحلة قبل ما كانت هيك الرياضة واحد يحب الله اكو تعاون اكو خوة اكو صداقة ما اكو محاربة مع العلم قبل كان اكو سلطة قوية وكل يعني بصراحة بالله وانا جربتها يعني اي مدرب محلي يستدعو الاتحاد يصير مدرب منتخب ويحقق متائج كل المدربين وما يعملون ضده اها اي بالله العظيم وانا صارت عندي للأسف يعني يعني ما حد يريد الخير بهالبلد وللأسف كلها تصلي وكلها تصوم وكلها تزور وكلها هاي لكن هاي القضية ما ما احتقد تمام